وعلى همشي مشاركة في احتفالات يوم الجمهورية الهندي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة ضريح المهات مغندي حيث وضع إكليلا من الزهور وخلال الكلمة التي سجلها في سجل كبار الزهور أعرب رئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل مؤكدا أنه شكل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمسواة ونبد العنف وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية وأكد الرئيس السيسي أن العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية مشيرا إلى أن مصر تتمسك بهذه المبادئ السامية عبر مختلف العصور والأزمان كما أكد رئيس أن مصر والهند تجمعهما روابط حضرية وتاريخية مشتركة وتتشبهان في التزامهم الراسخ بنشر الأمن والسلام ترجمة نانسي قنقر من ترجمة نانسي قنقر من ترجمة نانسي قنقر